مجموعة الفتاوى للشيخ ابن تيمية الحراني والمجلد الرابع عشر والجزء السابع والعشرون يقول إن زيارته كما يزار غيره غيره ممتنعة يعني كما يزار القبر غير قبر غير النبي وإنما يصل الإنسان إلى مسجده يعني أنت فقط تأتي إلى المسجد هذا فقط وفيه يفعل ما شر علىه ما شر علىه سيبينهم الثالث فلو كان قبر نبينا يزار كما تزار القبور لكان أهل مدينته حق الناس بذلك كما أن أهل كل مدينة أحق بزيارة من عندهم من الصالحين فلما اتفق لاحظوا هذه العبارة هذه العبارة خطيرة وهي دعوة أيضا افتراء عظيم وكبير على الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وعلى التابعين كالافتراء الذي ذكره في قضية شد الرحال عندما قال إجماع ولم نجد نحن عالما سنيا واحدا وافقوا على هذا الإجماع ماذا يقول فلما اتفق السلف وإمة الدين على أن أهل مدينته لا يزرون قبره ما رأيه وين اتفقوا أين هذا الإجماع وما أكثر الإجماعات التي يدعيها الشيخة بن تيمية ولا أصل يعني لا النقطة الثانية وأنا سأثبت بأنه السلف الصالح الصحابة التابعين تابعي التابعين وحتى فقهاء إخواني أهل السنة والجماعة أفتوا باستحباب زيارته ممتاز زيارة قبره بل ولا يقفون عنده للسلام إذا دخلوا المسجد وخرجوا عجيب الله أكبر وإن لم يسمى هذا زيارة يقول أن هذا التسليم صحيح ليس بالزيارة لأنه الزيارة كما سيأتي زيارة النبي عنده من أفعال المشركين عجيب بل يقرأ لهم ذلك عند غير السفر يعني مكروه أن يسلم على النبي وبالتالي أدخلها تحت عنوان يقول علم أن من جعل زيارة قبره مشروعة كزيارة قبر غيره وبين أن ذلك من البدع يعني الإمام مالك وطبعا هذا غير صحيح الإمام مالك ما قال أنه من البدع أدرى بما فيه يفتري على الإمام مالك يعني لا أعرف على كلها التي لم يكن صدر هذه الأمة يفعلونه يعني يقول أن الصحابة ما كانوا يسلموا على النبي وما كانوا يصلوا عليه وكما يقول لا بالدخول ولا بالخروج